اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 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 تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد أفلح من صفات سند 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 طيب الله أنفاد سند حمد لا تبرد أدخي لك حمد لا تبرد أدخي لك حمد لا تبرد أدخي لك حمد خليني أحجي لك وفي وفي الاعتاب بشليلك حمد لا تبرد تخيلك حمد خليني يحتيلك وفي الاعتاب بشليلك حمد يالهدتك هده حمد يجار الكوت يالماكظتك سده ولا تهده ولا دم عرف خده حمد لو بصوه رصيح قامل حي حييلك هلا بحيلك سادتي الكرام للشهداء السعداء الى شهداء الحشد الشعبي نقرأ المباركة الفاتحة وقوفا قبلها الصلاة على محمد وآل محمد على أوقوفكم نستمع الى النشيد الوطني لجمهورية العراق اشتركوا في القناة 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 فضلوا أحبتي فضلوا أحبتي لاقوا جماهيركم أنا قلت كلمة وجسارة بمحضر الشيخ إنه ابشر يا عراق مو شعار ابشر يا عراق عهد تصحيح ابشر يا عراق عهد شنو عهد تصحيح هس يسنج صيح ابشر يا عراق ابشر يا عراق بارك الله بكم دابت سازنه الغي وولادي شعار وولادي شعار بارك الله بكم جزاك الله خير الجزاء أنا رح أقدم الشيخ هالمرة تقديم يختلف رح أقدمه ببخت صاحب بخت قوي رح أقدمه بمقطوعة للعباسة بفاضل يا عجيد القوم يا زين الرجال يا سقار الزلم يا شتاله هذا صوتك صاح مردت النزال لو القاعه تزت بزلزاله يا اللي وارث من علي كل الخصال شمرته وزوده وصولة صالها يا من مطرودك فلا يسلم وحال بسيفك لها مردتها اتنالها يا القلب تجيش يمنى اعلى الشمال وما تراجلها بسحق خيالها لو قبالك بالحرب تنصف جبال عزمك الطافح يدك جبالها القوم سفرا مدت بيوم القتال وشبعة وحوش الفلة من وصالها قمر هاشم يا وفي يا غير شال وغيرة العباس وين أمثالها سادتي الكرام أترك الكلام لأهل الكلام لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي زعيم اعتلاف ابشر يا عراق استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد بأعلى الأصوات اشهدوا على الراس بتقديم امنوا لا يتعلم فيها ما شاء الله اعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما السلام عليكم سادتي المشايخ الأعزاء الوجوه الكريمة من محافظة واسط الشباب الأخوات حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا جزيلا على حضوركم شكرا على اهتمامكم وتحملكم عناء السفر والرحلة الطويلة للوصول إلى هنا أنتم جئتم ليس من أجلي ولا من أجلي المرشحين أنتم جئتم من أجل واسط أنتم جئتم من أجل الكوت أنتم جئتم من أجل الحي أنتم جئتم لواسط لنعرف من هي واسط واسط الخير واسط البركة واسط العطاء واسط اسم على مسمى واسط ما بين الكوفة والبصرة هكذا سميت لكن واقعها واسط هي بين الأطراف واسط هي درة بين المحافظات خمسة محافظات تحيط بها وبالتالي هي في القلب بغداد ديالة ديالة الحلة الديوانية الناصرية أنتم في الوسط وسط الخير لجميع المحافظات أنتم الدرة بين هذه المحافظات والوسط عادة يأخذ من الأطراف لا يمير إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك الطرف فهو الوسط وسطكم في دجلة توزعون الماء على كل المحافظات بأنهركم المتعددة الغراف وغيرها هذا أنتم واسط في بركتها في زرعها واسط في بركتها في مياهها وأسماكها البركة في نفطها في حدودها مع إيران كلها خير واسط أينما تلتفت تجد في واسط ميزة وخصوصية في عشائرها ما شاء الله في عشائرها وإماراتها التي هي هنا في رجالها العظام الكبار شهداء شهيد خاسم شبر آية الله الشهيد خاسم شبر وفي محبوبية علمائها السيد الخطيب سيد حبيب الخطيب رحمة الله عليه تأريخكم تأريخ جهاد حاصركم الإنجليز خمسة أشهر وصبرتم وتحملتم وتماسكتم إلى أن فشلوا أنتم تستقبلون زوار الحسين ونعمة استقبال جزاكم الله خير أبوابكم مفتوحة وتستقبلوهم بكل ترحاب وضيافة في كل المواطن الصعبة قدمتم من مالكم وجهدكم وأنفسكم واسط الخير واسط البركة درة العراق أنتم فيكم من الشعراء المتنبي ومن هو المتنب وفيكم من العلماء الزهاد الذي ثار بشعار آل ثارات الصلاة سعيد بن جبير رحمة الله عليه وكلهم والحمد لله محبون لأهل البيت سائرون على هذا المنهج شاعرهم عالمهم كبيرهم صغيرهم فنعم البلد ونعم المحافظة محافظة واسط فيكم كل ما في العراق من خير من ماء من نفط من أرض من رجال كل الخير أيضا موجود في واسط فأنتم درة العراق ونريد أن تكون فعلا درة العراق واسط يجب أن تتميز في كل أمورها ويتمتلك كل مقاومات الامتياز في موقعها الجغرافي فيما يحيط بها في تأريخها في رجالها في طبيعة أهلها الطيبين يجب أن تتميز هذا التميز هو مسؤولية الجميع ليست مسؤولية فرد ليتحكم في هذه المحافظة الكبيرة المحيبة لا يمكن لشخص أن يتحكم فيه العراق لا يمكن لشخص أن يتحكم فيه عندنا رئيس وزراء لكنه محكوم بمجلس وزراء مجلس الوزراء هو صاحب القرار صحيح لرئيس الوزراء قرارات خاصة القرارات المهمة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء عليه أيضا رقابة في مجلس النواب العراق بهذا الحجم وهذه القدرة لا يمكن لشخص أن يدير أو أن يقرر ما يريد وينفذ كيف ما يريد يجب أن يكون الجميع منتبهون عارفون مراقبون مصححون ناصحون هذا هو طبيعة النظام في العراق بل هي ما يريده الله مننا الله تعالى وزع هذه المسؤولية على الجميع المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أنا مسؤول عن شأنك العام وأنت مسؤول عن شأن العام أنا مسؤول عن شأنها وهي مسؤول عن شأني هذه المسألة العامة لا يتحكم فيها الشخص إلا الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم في وجودهم وفي غيابهم المسؤولية عامة وبالتالي علينا أن ننتبه إليها ونحرص عليها مجالس المحافظات مجالس النواب هو نموذج يجب أن كل شخص مننا يكون مسؤول عن منطقته محافظته سكانه ناسه أهله لا يقول واحد أنا المسؤول وأنت أجلس في بيتك أنا المسؤول وأنت أذهب إلى عملك فقط أنا أقرر ليس عندنا في منهج القرآن وهو منهج الفطرة والمنهج الصحيح ولا في هذا العرف الذي نعيشه المسؤوليته عامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا مسؤولون كلنا مسؤولون أي أن كنا خري جامعة عامل فلاح أستاذ لكن المعرفة والقدرة والاختلاف المسؤولية واحدة كلنا مسؤولون عندما أجد خطأ أأمر بالمعروف عندما أجد تجاوز أقب بوجهي بقدر ما أستطيع إذا كان عندي قدرة أو بقدر ما أعرف أن هذا خطأ المسؤولية عامة من هنا نحن مقبلون على تطبيق لهذه المسؤولية العامة مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا مسؤولون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مسؤول ناصر محافظ عليه الانتخابات في اختيار مجالس المحافظات هو تجسيد لهذه الفكرة فكرة أنه أنت مسؤول وتريد من يمثلك ويعذر عن إرادتك ورؤيتك فيما يجري في محافظة واسط درة العراق ماذا يجري فيها ما هي المشاكل ما هي التجاوزات ما هي فرص العمل لماذا المعامل لا تعمل لماذا المزارع بهذا الشكل هذه مسؤولية الجميع وليس مسؤولية هذا وذاك من هنا أنا أدعو الأخ وما دام نحن مقبلون على يوم الانتخابات بعد عشرة أيام ثمنتعش اثنعش أتمنى على الآخ رئيس الوزراء أن يتبنى هذه المبادرة التي شعارها كلنا مسؤولون كباراً صغاراً رجالاً نساءاً من نمتلك القدرة ومن لا نمتلك كلنا مسؤولون ويجب أن نعبر عن مسؤوليتنا هذه مسألة مهمة من أجل أن يصبح العراقي عراقي حقاً حريص على بلده وطني تماماً لا يسمح لأحد أن يتدخل في شأنه من أجل أن هو يقوم بشأنه كلنا مسؤولون مبادرة أو طالب بها الأخ رئيس الوزراء أن يكلف كل الوزارات التي لها شأن في الشأن العام وزارة التربية وزارة العلوم وزارة الجامعات وزارة الداخلية وزارة الدفاع كل وسائل الإعلام تنبيه للناس هذه فرصتكم أدوا واجبكم أخذوا حقكم إصبعكم يصنع دولة إصبعكم يحفظ على محافظة هذا هو مفهوم الانتخابات هذا هو مفهوم مجلس المحافظات هذا هو مفهوم مجلس النواب ليس هو امتيازات ولا هو استغلال ولا هو تنافس على إعلام هو خدمة تتحمل مسؤوليتها وتحاسب عليها أنا أمثلك أيها المرشح لتكون صوتي لتعبر عن طموحي عن آمالي عن مشاكلي عن همومي تعبرها في مجلس المحافظات لأننا كلنا مسؤولون أنت أخذت هذه مني أخذت هذه المسؤولية أنا أعطيتك أنا عينتك أنتم عينتم المرشحون ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظات ليعبروا عن وجهة نظركم لذا لا داعي للجلوس في البيت لا داعي للتواكل لا داعي لليأس لا داعي للأخل نحن وشأننا في هذا الموضوع شأن السياسيين شأن الناس الذين يفكرون بالإعلام لا هذه مسؤوليتكم واسط درة العراق بأيديكم وهي عظيمة وكبيرة ذات خيرات كثيرة وموقع مهم هي بأيديكم لا تعطوها لغيركم كل واحد منكم هو مسؤول عن محافظة واسط ومن خلال أصبعه يحدد من سيكون مثله حريص وطني صادق يدافع عن مصالح هذه المحافظة وعشائرها وسكانها وتاريخها وهويتها لا جلوس في البيت في يوم 18-12 كلنا نبحث عن المرشح المناسب لنا والمعبر عن هويتنا وهمومنا دعوة إلى الأخ رئيس الوزراء إلى العلماء إلى الخطباء إلى الشعراء إلى الرياضيين كلنا لنطالب لنؤكد أنها مسؤولية عامة وليس مسؤولية خاصة أنتم تشكرون جئتم إلى هنا وفكرتم لماذا تأتون من أجل أن ننتخب ولماذا ننتخب من أجل تصحيح مسار مجالس المحافظات لا نريد أن تبقى الواسط على هذا الحال يجب أن تكون أفضل من هذا الحال وتكون أفضل عندما نختار الأفضل ليتابع ويحاسب ويكون معنا في الميدان لا يجلس في مكتبه وإنما يكون معنا في كل زقاق وشارع وطريق وقرية محرومة ومكان مستضعف يكون معنا نريد شخصاً يكون معنا ميداني شخصاً نزيه شخصاً صاحب كلمة صادق في وعده شخصاً خبير يعرف كيف تؤتى الأمور وكيف تسير الأمور شخص مفتوح بابه لنا من أجل أن ننقل له همومنا نحن نحب واسط حريصين على واسط واسط في قلبنا وبالتالي نريد أن تصبح أفضل من خلال أن نختار الأفضل وأن نتابع الأفضل وأن نحاسب الأفضل ونجعل شيوخنا معنا في محاسبتهم وأن يأتوا إلينا في كل شهر ليقولوا لنا ماذا قدموا وماذا ساهموا مبادرت كلنا مسؤولون في عنقنا جميعاً مسؤولية العراق ليست هي مسؤولية المثقفين فقط ولا مسؤولية السياسيين فقط ولا هي مسؤولية بالإعلام فقط هي مسؤولية الجميع كما أن الصلاة مسؤولية فردية هناك مسؤولية عامة في الحفاظ على هذا المجتمع في حماية هذا المجتمع في توفيق فرص العمل للجميع في العيش الكريم مسؤولية عامة هذه مسؤولية عامة وعلينا أن نهيئ أنفسنا خلال هذا الأسبوع مننا إلى يوم الانتخابات إعلامنا مسؤولينا مثقفين رياضينا شعراءنا علماءنا يخاطبون الناس تحملوا مسؤوليتكم كلكم مسؤولون وما بينكم وبين الله هذه المسؤولية ومن أجل أنفسكم لا من أجل آخر من أجل واسطكم محافظتكم لا من أجل شخص آخر وأن أدعوكم في هذا التحالف إبشر يا عراق نحن حريصون على أن نغير الأوضاع بما هو أحسن برؤية وبوسائل رؤيتنا أن ننسجم مع حكومة الخدمات مع الأخ السوداني في مهماته في إيجاد فرص العمل في محاربة الفساد في مسألة الإعمار في مسألة المستضعفين والفقراء وما شابه هذه مهام الحكومة الاتحادية نحن في إبشر يا عراق نريد أن نكمل هذه الرؤية في كل محافظاتنا وحرسنا على أن تكون مجالس المحافظات بنامط جديد أن تكون شفافة واضحة لا تجلس في غرف مغلقة وإنما تنقل ما يتحدث ما هي المشاريع المطروحة من وقف مع هذا المشروع من خالف هذا المشروع عبر وسائل الإعلام ووسائلنا هم المرشحون هؤلاء الذين اخترناهم وكانوا في هذه السفينة سفينة إبشر يا عراق حرصنا على أن يكون في هذه الصفات ميدانيين نزيهين أصحاب خبرة شباب من كل قضاء نساء رجال كبار من كل الألوان من أجل أن القضية تشمل الجميع وطالبناهم أن يكونوا معكم واضحين ومباشرين ويحضرون مجالسكم وسنكون معهم أمامكم إن شاء الله إذا كانوا في مجلس المحافظة كما أقمنا هذا المهرجان سنقيم مهرجان كل ثلاثة أشهر لتناقشوهم تحاسبوهم تطالبوهم العلاقة ليست هي علاقة لفترة محدودة هي علاقة مستمرة لهذه السنوات الأربع إذا كانت في هذه الفترة هذه رؤيتنا في هذا الموضوع في موضوع مجالس المحافظات تغيير المسار هناك رؤية وهناك وسائل وهناك برنامج جديد أنا بالحقيقة أقول أن شعبنا اليوم جيل الحرية ما بعد عشرين سنة ليس كما كانوا في الفترة الأولى أكثر حرصا أكثر معرفة أكثر خبرة عرف المسؤول وكيف يتحدث وهذا اللون في حديثه ماذا يقصد وذاك الذي يتحدث بهذه الطريقة ماذا ورائه شعبنا أصبح مفتح باللبن على التعبير المعروف أصبحوا عارفين وبالتالي الشعارات والأحاديث الطويلة والعريضة لا تنفع المهم العمل ومزاقية العمل والميدان والإنجاز لذلك لن أطيل فيما سنقوم به لكن أشكركم على اهتمامكم كما أشكر كل المحافظات التي زرتها والتي وجدت فيها مثلكم حريصين شباب نساء رجال شيوخ في أماكن بعيدة ركبوا سيارات وأتوا في الناصرية المستضعفة المظلومة في المثنى في الديوانية في الحلة كلهم والحمد لله أصحاب رأي ومعرفة وإرادة وتصميم لا يأتون من أجل مال ولا يأتون من أجل منصب محدود وإنما جاءوا من أجل قضية كبيرة محافظتهم عراقهم مستقبلهم قضايا كبيرة شعارنا عراق مقتدر كلنا مسؤولون على تحقيق هذا الشعار حياة كريمة لكل العراقيين بغض النظر عن المذهب والدين والقومية العراق يمتلك من القدرة المالية والاقتصادية من أجل أن نعيش جميعا في حياة كريمة وثقافة عراقية أصيلة نحافظ على هويتنا في مشاعرنا في فننا في ثقافتنا في ملبسنا الثقافة العراقية الأصيلة نفتخر بها هذه هي شعاراتنا نحن على موعد معكم لأن نكون إن شاء الله جميعا في ثمانتعش واثنعش في يوم الاثنين ليس فقط أنتم بل كل الواسط بكل رجالها ونسائها وكل محافظاتنا نكون جميعا لنعبر عن رأينا قبولا أو رفضا يجب أن نكون مسؤولين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمؤمنون بعضهم أولياء بعض هذا قول والقرآن الكريم علمنا عندما نستمع القول ننتبه له ونختار الذي هو أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيختارون الأحسن فبشر عبادي بشراكم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أسأل الله تعالى بحق الشهداء الذين ذهبوا من أجل العراق ومن أجل كرامة العراقيين أسأل الله تعالى أن يتمم مشاريع عراق مقتدر حياة كريمة ثقافة عراقية أصيل أن يتمم هذا المشروع بما ينعم به جميع بالخير والبركة والسلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته شكرا لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي شكرا لكم أحبتي أبيض لا تدور من هوانة وطبع نعيب ننكر من هوانة تناشدني وتقلي منه العراق أنا وعثر الخانبية المرشحة العزيزة هذا هدية اللي سمحت الشيخ الدكتور تفضلي السلام عليكم وأنا ما أزيد بالحديث لأن كفه ووفه الدكتور الشيخ همام حمودي باسمي وباسم محافظة واسط وشبابنا وكبارنا وعشائرنا أقدم هدية القرآن الكريم يحفظ ويرعى وإن شاء الله في تقدم محافظة واسط وإن شاء الله بشرة خير قدوم الشيخ الدكتور همام حمودي وإن شاء الله بشرة خير على محافظة واسط قدوم الشيخ همام حمودي شكراً لسماحة الشيخ شكراً لهذا الحضور المبارك شكراً لهذا التفاعل شكراً لكم سادتي جزاكم الله خير الجزاء نلتقي وإياكم إن شاء الله على الخير والبركة وعلى صناديق الاقتراح إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم